كورونا يطل مجدداً في الصين ومشهد إغلاق الشوارع وأسواق اللحوم يتكرر ثانيةً بعد مرور أكثر من شهر على إعلان الصين رفع القيود التي فردت في ظل تفشي فيروس كورونا وتراجع أعداد الإصابات اليومية إلى حد عدمها في بعض الأحيان ظهرت مجدداً حالات إصابة محلية السلطات الصحية أعلنت أن سبع إصابات سجلت في محيط سوق شينفادي معظمها تم التأكد من ثبوته السبت تطورات تأتي بعدما تحدثت بكين الخميس عن إصابة واحدة مصدرها مجهول تلتها إصابتان في اليوم التالي تعودان لموظفين يعملان في مركز لأبحاث اللحوم قد زار أحدهما مؤخراً مدينة شينكداو شرقية البلاد وذكرت وسائل أعلام صينية أن سوقين في بكين زاراهما المصابان أغلقاً كلياً أو جزئياً قبل تطهيرهما وكإجراء احترازي أعلنت السلطات الصينية فرض حجر صحي على أحد عشر حياً في العاصمة بكين بسبب ظهور بؤرة جديدة للفيروس في سوق مجاور لها كما أقفلت السلطات عدداً من المدارس ودور الحضانة بعدما كان الطلاب في بكين عادوا إلى مدارسهم تدريجياً على دفعات وتم تعليق المنافسات الرياضية حتى إشعار آخر وفق ما أعلنت سلطات بكين الإعنان عن الإصابات الجديدة أثار قلقاً وخوفاً أعرب عنه السكان على مواقع التواصل الاجتماعي حتى إن بعضهم أحذر من خروج بكين عن السيطرة مطالباً بتعزيز الوقاية فوراً وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت من احتمال ظهور موجة ثانية في إشارات منها إلى أن كورونا قد يبقى إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي